على جروحي وجمار غافي ونهب روحي نجم قافي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلا أخاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآلل حفري يا زائري يا زائري بقعة أطفالها ذبحت واولا واولا أبا عبد الله خلي قلبك السوين ويلمشا يخليك هناك بين الحسين وبين أب الفضل العباس إن شاء الله بين الحرمين لما ما شوي المشا يقلبهنا فكيد أرواحنا ترفرف عندك يا أبا عبد الله يا زائري يا زائري بقعة أطفالها ذبحت فيها خذوا تربها كحلا إلى البصر يا صحي يا صحي وعلى فتاه لبناءات الطهر يوم رنأت يا زينب إلى مصارع قتله والحفري فتلك تدعو حسينا وهي الآطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه وأبتا وتلك تصرخ ويتماه في الصغري حتى يصل ماذا نصنع القبر عادة يرشونه بالماء إذا واحد دفن يرش بالماء الحسين رشه قبره بالماء بالله شي يقولونها رش قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاه بالقطر بعد ماذا تريد قال لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت في الصغري حضرت زيناء عند قبر أبي عبد الله ها رفعت رأسها قائلة إن شان بيد الأمر شايا بنية على دبرك بيئة الأحزان خويا لحزان وجي أيب الطار وجي أيب النوح أطوى أيار وحزان بعد زيناء بعد عتاب مع الحسين عليه السلام هذي قل ليحسين يعس Negative الخويا خلياتي يحسين وحدي يوم تشفر في ذلا لطمخذي أخويا خذي أنا أسمع الشتاء يوم وعدي أخويا وعدي من النواي يوم بس يا بعد شابدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إننا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا نعطر أفواهكم والمجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد من الواضح أخواني على أن الأنبياء بعثوا وكل نبي له شرائط للنبوة وإلا كل نبي وتعجي سير نبي أو كل إنسان وسار نبي ما يصير كما أن النبوة لها شرائط الإمامة كذلك لها شرائط قاعدة مولانا مثل ما النبوة لها شرائط الإمامة أيضا لها شرائط من جملة شروط النبوة أن الإنسان لا يكون نبيا إلا بثلاثة شروط الشرط الأول مولانا العصمة كل نبي يجب أن يكون ماذا؟ معصوم إحنا نبي ممعصوم ما عندنا الجماعة يختلفون وإيانا به الأمر هذا الجماعة يقولون العصمة كما تقول الشيعة مو صحيح هم يقولون العصمة في إبلاغ الوحي يعني إذا نبي من الأنبياء أوحي إليه سار عنده وحي نفس الوحي راح يبلغه لا يزيد عليه ولا ينقص منه معصوم في إبلاغ الوحي هذا عندهم عدنا إحنا شنو مولانا نقول لا النبي معصوم منذ الولادة إلى الممات معصوم بشكل كامل لا يخطأ لا يذنب لا يعصي ولا يخطر بباله حتى فعل الحرام ولا ينسى حتى نسيان المعصوم حتى نسيان ما ينسى ولا يسهو سهو هم ما عنده المعصوم كونه هايش يصير مولانا هذا الإمام أو النبي المعصوم منذ الولادة معصوم إلى أن شنو مولانا إلى أن ينتهي يموت هو معصوم خلاص منذ الولادة معصوم ما كان قديما وكان يسوي لا 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 بعدين صار النبي لا ما عندنا لحاجة هذا لا ما عندنا زين إذن الشرط الأول من النبوة شنو أخواني العصمة الشرط الثاني من النبوة الوحي كل نبي يجب أن يوحى إليه النبي بلا وحي ما عندنا مولانا ها هسه على أنواع الوحي الموجود هسه إما نحو وحي مباشر أو وحي غير مباشر الوحي المباشر أن الله مباشرة يكلم ذلك النبي مثل من؟ أي نبي؟ النبي موسى عليه السلام موسى شكله له النبي موسى شنو؟ كليم الله ليش كليم الله؟ لأن الله يكلم موسى مباشرة شوية مباشرة هذا يسمونه مولانا الوحي المباشر مثل ما كلم الله رسول الله مباشرة في المعراج الله سبحانه وتعالى كلم النبي ما كلم عن طريق الوحي في المعراج تكلم وصل إلى مقام قابي قوسيني أو أدنى فتكلم لما وصل النبي إلى هذا المقام سمع صوته علي بن أبي طالب سلام الله عليه فتعجب النبي قل له إلهي أعلي معي في المعراج علي بن أبي طالب وياهي بالمعراج قل له لا يا رسول الله ولكن فتشت في قلبك فأحببت أن أكلمك بأحب الأصوات إلى قلبك فوجدت أحب الأصوات إلى قلبك هو صوته علي بن أبي طالب قال صلواتك سير أعلى بعد الصلوات سير أعلى إن شاء الله الثالثة بأعلى أعلى الأصوات عفية إذن مولاي العزيز هذا نوع من الوحي المباشر هو أكو وحي غير مباشر عن طريق جبرائيلي ينزل على الأنبياء إذن الشرط الثاني للأنبياء الشرط الأول شنو كان مولانا العصمة الشرط الثاني شنو مولاي الوحي الشرط الثالث لكل نبي الإعجاز مهاجزة كل نبي وعنده شنو مولانا مهاجزة وإلا حسيا طبعا لنا واحد يقول أنا نبي كيف يثبت النبوة؟ يثبت النبوة المارتة عن طريق المهاجزة ما يقدر يثبتها ما يقدر يثبتها إذن الإعجاز والمعجزة يستطيع كل نبي أن يثبت ماذا؟ نبوته هاي المعجزة تختلف من نبي إلى نبي ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان حسب ما يقتضي الزمان والمكان الله يعطي ذلك النبي شنو؟ معجزة مثلا في زمان موسى أكثر شيء كان معروف ومنتشر في ذلك الزمان شنو؟ السحر لما كان السحر متفشي فأكيد الله أرسل موسى بماذا؟ شنو الإعجاز؟ الحية الثعبان وليت صح له لا؟ الحية عند عصى ألقى العصى على الأرض وإذا تبدلت إلى ثعبان وأكلت ما يأفكون ما يسحرون الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم أكلوهم هم مو سحرة دروا اللي سواه موسى شنو؟ مو سحر لأن هم شغلاتهم سحر ها؟ فعرفوا هذا مو سحر ولهذا أول من آمن بموسى من أول من آمن بموسى ياهم السحرة لأن عرفوا هذا مو سحر له سحر هم يعرفون وهذا حبيبي؟ زياد وكذلك معجزة اليد وضعها في جيبه إيدة خلاها في أزياقه في جيبه وأخرجها كالشمس تلمع تلمع كالشمس هاي معجزتان علما لموسى عيسى عليه السلام المتفشي في زمان عيسى شنو كان؟ الطب الطب كان معروف ولهذا الله أرسل عيسى ماذا مولانا؟ يحيي الأموات ها؟ بعد يبرئ الأكمه والأبرص هاي كلها معاجز عيسى عليه السلام نجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله المعروف عند العرب شنو كان مولانا؟ المعروف عند العرب كانت البلاغة والفصاحة زين؟ العرب كان يؤكدون على البلاغة وعلى الفصاحة فصحاء بلاغاء العرب واليوم ما كان العرب ماكو لغة أكمل من اللغة العربية زين؟ وأتم من اللغة العربية ولهذا المعجزة الخالدة لرسول الله شنو صارت؟ ها؟ القرآن الآن القرآن هو المعجزة لرسول الله معجزة يعني عجزت البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثل القرآن زين مولانا شنو هذا يعجاز القرآن إعجاز القرآن احسبوا إياه قاعد أتصلها أنا بالأربعين قاعد أتصلها وحدة وحدة لما نوصل للأربعين إعجاز القرآن العلمي أكو تفاسير تتكلم عن الإعجاز العلمي للقرآن الإعجاز العلمي للقرآن واحد بعد مولانا الإعجاز الأدبي للقرآن الأدب واللغة عند من؟ عند القرآن هاي اثنين الثالث مولانا الإعجاز العددي للقرآن الأعداد في القرآن كثيرة الأعداد في القرآن التي ذكرت جدا كثيرة مولانا هذا نوع من الإعجاز الذي في القرآن هو الإعجاز العددي يمطي عدد معين هذا العدد شنو مولانا؟ زين معجزة في القرآن هسأتطرق لأنا خلال المحث إن شاء الله تعالى وكاتب هنا أنا اليوم الشاقد مولانا العزيز الإعجاز العددي أنواع الأعداد في القرآن موجودة هذه الأعداد لابد أن تحترم إحنا عدنا أعداد في القرآن وعدنا أعداد وين مولانا؟ في السنة النبوية الأعداد اللي في القرآن وفي السنة النبوية لابد أن تراعى ما يصير تغير بيها يعني شلون؟ يعني مثلا الآن إحنا عدنا تسبيح الزهراء سلام الله عليها تسبيح الزهراء كم مرة الله أكبر؟ 34 مرة تقولها سيئة 34 هسأ الله سبحانه وتعالى لا خلها 35 ولا خلها 33 إلا 34 شبيها إلا 34 أردس ويا 35 يصير؟ لا ما يصير خلاص مو خير زايد هو يعني 34 خير زايد يعني 35 ما يصير يعني؟ لما يصير ما يصير إذا قال لك 34 لازم أن ترتزم بمن؟ بالعدد 34 خلاص خلاص زين الآن أنت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ على الماء توجه لي توجه لي أخواني اللي يقرأ على الماء سبعين مرة سورة الحمد هذولي كثير ناس عدهم مرضى كذا سبعين مرة سورة الحمد سبعين مرة رسول الله يقول اقرأ سبعين مرة سورة الحمد على الماء هذا الماء يكون فيه الشفاء يكون فيه الشفاء زين تقول هي سبعين مرة أنا سويها مية مرة يصير ما يصير لا خلاص إذا قل لك سبعين سبعين خلاص زين المية بيها ثواب بس ما تأخذ الأثر الأثر اللي تريده ما تحصله وضع مولاي الآن صلاة الصبح كم ركعة ركعتين تقول اخوه هي صلاة وكلها لله أنا صليها أربع ركعات ما يشير كيف كنت ما يشير إذا ركعتين ركعتين خلاص ما يشير الزيد ولا يصير تنقص خلاص العدد المذكور في القرآن أو في سنة النبي لابد أن يراعى وهذا حبيبي شنو نصار زين الآن إحنا في عالم الدنيا عندنا الآن في عالم الدنيا الآن واحد رجي تصل على الكويت شقد المفتاح ماله صفرين تسعة ستة شقد خمسة ها تقول والله أنا هاي خمسة مدهربة ما أحبها مدورة أردخل ليها أربعة ما عجبتني خمسة خليها أربعة اخوه رقم واحد تنقص رقم واحد عدد واحد صالة لها رقم واحد الطق صفرين تسعة ستة شقد أربعة وين الشمرك الشمرك من الكويت الآن مثلا أنت عندك مبلغ ما لا توديه فيه حساب أحد زين آخر رقم مثلا صفر أنت تقول هاي الصفر ما أحبه أردخل لي واحد ها تخلي واحد عدد واحد تزود ها يروح للمكان اللي تريد أنت إلى الشخص لا ما يروح الحساب يتغير هذا وين في عالم الدنيا هذا بعالم الدنيا فما بالك بعالم الآخرة فإذا مولانا إذا جاء العدد أنه تقرأ هذا يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام أكد دعاء يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب والأبصار هذا الدعاء المعروف في تحويل السنة يقرونا الإمام سلام الله عليه أنطاع عدد أنا ما يختار بالي يمكن سبعة كان ما أدري فالإمام الصادق قالهم أقروه سبع مرات إذا ما تخلني الذاكرة فواحد من أصحاب الإمام قال له سيدي ليه سبع مرات فنخليها عشرة ها قال له أنا أعرف العشرة ولكن اقرأها جد سبعة وأنا أقول لك اقرأها سبعة فكان الإمام يأكد عليه من؟ على السبعة زين إذن العدد لما يقرأ مولاي في أي مكان في أي مكان في أي رواية في أي آية لما تقرأ العدد لازم أن تلتزم بذلك العدد خلاص لا أكثر ولا أقل خاطر تاخذ الأثر المريود زين ولهذا واحد واحد أول أول عدد شنو؟ واحد واحد مذكور بالقرآن صح الله قل هو الله مثلا أحد واحد زين اثنيا أنا أخلأ غرارك نص الآيات كلهم خاطر يرتاح بالنا زين بسم الله الرحمن الرحيم عدد واحد اسمعني اسمعني إخواني أو أقرأ إياي مو ترتفت منا منا وضيع الأول والتالي زين بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد صح الله هذا عدد واحد بعد إنه بعدنا شنو؟ اثنيا وين اثنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقري اثنين اثنيا هذا عدد شو؟ ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم قال رب جعل لي آية حافظ أنت قال آيتك ألا تكلم الناس شكت؟ ثلاثة ليال سوية ثلاثة ليال ثلاثة احتيو ياي احتيو ياي زين احتيو ياي بسم الله الرحمن الرحيم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله أربعة من بعد شنو؟ خمسة بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب بعد ويقولون سبعة ثامنهم وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم هذا كم عدد مذكور بيها؟ مذكور ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية شوف هاي النفس الآية زين السادسة وصلنا لحد الخامسة خلنا نصعد السادسة شنو من بعد الخمسة؟ ستة هاي الأعداد في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة عفية في ستة أيام اش قلت؟ ستة أيام عفية هاي تحكوا ياهي من بعد الستة شي يصير؟ سبعة بسم الله الرحمن الرحيم أرى لك آيتي لها سبعة أبواب ياهي الجنة لها جهنم ها؟ جهنم زين؟ الجنة بيها ثمن أبواب جهنم كم بيها؟ سبعة باب أنزر من الجنة لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم كل واحد يطب من باب المخصوص ما له أهل البخل البخيري طب من باب الأول التشذاب من باب الأول والفتان من باب الأول والله عمولانا وبعد يجيه أنه بالحرامية يروح من مولانا الباب الثاني وهل مجراء زين؟ هذا سبعة أعطيك بعد آية سبعة بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سبعة صح الأولى؟ بعدين أشهدنا؟ ثمانية بسم الله الرحمن الرحيم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 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 من بعد هذا؟ تسعة بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تِسْعَةٍ 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 من بعد هذا؟ عشرة بسم الله الرحمن الرحيم تلك عشرة كاملة أطيق بعد آية من جاء بالحسنة فلغوا؟ عشرة ما شاء الله ما شاء الله هاي عشرة اشعدنا بعد؟ اهداعش انت وياي والاوي أكل الصبح اي بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيتش قد؟ أحد عشرة كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي؟ ساجي اش قد؟ اهداعش من بعد؟ اثنعش بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله ólه اثنى عشرة شهراً في كتاب الله اثنعش هاي اثنعشعلي ثلاثة عليك بس الثلاثة عليك طن ياه هم وحدة ما تدبرونا مولانا –زين- ثلاثة عشرة شهر وقت ثلاثة عشرة شهر في القرآن مولانا اي ثلاثة عشرة في القرآن لا معه أربعة عشرة ما أيضة 15 ماكو 16 ماكو 17 ماكو 18 ماكو 19 موجودة 19 وين بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تظهر لواحة للبشر عليها 19 19 بعد مولاي الروح إلى عدد آخر الروح إلى 70 عدد سبعة ما عندنا أعداد هاي بين هالمسافة ماكو هاي بالترتيب قاعدة أجيبها لك سبعين وين الآية بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أقرأ لك الآية دورها بيمن برقبة من هذي بالله زين ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه هاذا شكت سبعين ذراع سبعين ذراع هذا ياهو ذبونا برقبة من مولانا روحوا دوروا بالروايات عند الفريقين شوفوا هذا ياهو اللي يحطون هالسلسلة برقبة ويجرونها ما أدري ياهو هذا زين يمكن ما أدري زين الشاغت سبعين هذا عدد سبعين سبعون ذراعا من بعده بعد ما عندنا غير وين نصعد نصعد للمية بعد ما عنده ثمانين تسعين ماكو نصعد للمية وين الآية بسم الله الرحمن الرحيم فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبون مئتين شوف مئة مئتين مئة مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله هنا بنفس الآية مئة ومئتين وألف وألفين زين نصعد هسا أعلى وين بعد مولانا نصعد طبعا مو أعلى من هذا أعلى من المية يعني ثلثمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة يعني شكت؟ ثلثمية وتسعة يا ما ذولي؟ أصحاب الكهف أحسنتم زين أصحاب الكهف بعد مولاي عدنا بعد عدد ألف ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ألف بعد مولانا عدنا بعد عددين بعد أقصى عددين بعد أكبر عدد ماكو أعلى منه العدد الأول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة عدنا بعد عدد أعلى من هذا العدد وخلص نهايته وين آخر عدده أكبر عدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون هاي خمسين ألف ذاك شنو مولانا؟ مئة ألف بعد أكثر من مئة ألف ما عدنا واضح مولانا؟ هذه الأعداد وين في القرآن الكريم؟ هاي الأعداد في القرآن الكريم هذه الأعداد لها علّة في القرآن الكريم إلها أسباب في القرآن إلها بلاغة إلها مولانا فلسفة خاصة حكمة خاصة مو عبث مو حتشك يلوات هذا لا 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 هذا قرآن واضح مولانا؟ كما أن الأعداد في القرآن كثيرة في الروايات هم هم كثيرة مرة يذكر عدد سبعة مرة يذكر عدد سبعين من جملة الأعداد المذكورة بالقرآن قبل لا أطرق لها عدد الأربعين عدد أربعين من جملة الأعداد في القرآن الكريم قبل لا أقل لك عدد الأربعين خلق لك العجاز العددي للقرآن بعد شوفوا مولانا إحنا هاي أنا غيرت لك بس أعداد بس أعداد أعداد وأرقام لكن مولانا إذا تجي إلى الحساب اللي موجود شوف كم مرة صلي باليوم أنت كم فريضة خمسة خمسة مولولا كلمة الصلاة الصلاة جاءت في القرآن خمس مرات توجهتوا هاي ترى بلاغة هاي هاي ترى مو صدفة هاي هذا القرآن كم مرة صلي خمس مرات اجقدت جاي في القرآن الصلاة خمس مرات كم شهر عندنا بالسنة احتي اثناش اذا اثناش شهر عندنا بالسنة كلمة الشهر جاءت في القرآن اثنى عشر مرة اثناش مرة كم يوم عندنا بالسنة ثلاثمية وخمسة وستين ثلاثمية وخمسة وستين يوم بالسنة عندنا كلمة اليوم جاءت في القرآن ثلاثمية وخمسة وستين مرة صدفة هذا صدفة هايش لو عجاز هذا هذا عجاز هذا عجاز مولانا الآن تعالى ذلك أنا كلمة الفجار تقابلها كلمة الابرار الفجار الابرار كلمة الفجار اجد في القرآن ثلاث مرات كلمة الابرار ست مرات ضعف دقيقا ضعف بيها حكمة لو ما بيها حكمة أكيد بيها حكمة زين بعد مولانا كلمة الرحمن والرحيم غير بسم الله الرحمن الرحيم غير البسملة كلمة الرحمن اجد في القرآن سبعة وخمسين مرة كلمة الرحيم ضعفها اش قلت ضعفها مية واربعطعش مية واربعطعش مرة اجدت وين اجدت في القرآن هاي الصدفة له اعجاز هذا اعجاز زين اطيك شي اعجب بعد اللي مخلي أنا بالأخير اعجب من ذلك شنه مولانا عدنا التساوي في القرآن الرجل مقابل الرجل شنه المرأة كلمة الرجل وكلمة المرأة في القرآن متساويان اش قلت اربعة وعشرين اربعة وعشرين انت تتوجه لي لو ما تتوجه لي زين تتوجه لي الاعجاز لو لا اربعة وعشرين كلمة الرجل اربعة وعشرين كلمة المرأة تجي الى مثلا كلمة الحياة الحياة مقابل اش يصير ممات بعد الموت الحياة والممات متساويان نفس العدد 145 الحياة 145 الممات جهنم ومشتقاتها والجنة ومشتقاتها متساويان جهنم ومشتقاتها اجت في القرآن 77 مرة الجنة ومشتقاتها 77 مرة هذا مو صدفة مولادا هذا يعجاز انا نطيك بعد مولادا كلمة الصالحات مقابل الصالحات شيصير لا صالحات سيئات صعلوا لا مقابل الصالحات شنو السيئات الصالحات كلمة الصالحات اجت في القرآن 167 مرة وكلمة السيئات 167 مرة نطيك بعد وحدة انا اخوة الكاتب كلمة الدنيا مقابلة شيصير الآخرة الدنيا والآخرة كل وحدة جاية في القرآن 115 مرة 115 مرة كلمة الدنيا 115 مرة كلمة الآخرة وضع مولان البقية هاي فدو مولانا نقطة كلش مولانا النقطة كلش مهمة قل قالوا قل قالوا هم الكفار قالوا النبي شنو قل ذاكولي قالوا النبي قل جواب ذاكول سؤال هذا شنو جواب قالوا قل انجن في القرآن كلمة قل اجت في القرآن الجواب وقالوا السؤال اجن في القرآن مولانا كل وحدة من العدن اجن 332 مرة متساويات وانما اجت قالوا اجن شنو قل جاوب يا رسول الله قل له قالوا شقد مولانا 332 مرة الصيف مقابل الصيف الشي يصير الشتاء الصيف والشتاء كل وحدة في القرآن خمس مرة اجت عجيب هذا العجاز العددي للقرآن جدا عجيب اخواني جدا عجيب زين انا كاتب هو زين السحر والمولانا الفتنة الزكاة والبركة الزكاة 32 البركة 32 العقل 49 النور 49 اللسان 25 الموعدة 25 وهالمجرة زين انا كاتب كل شي زين هس اسمعني مولاي من جملة الارقام والاعداد المذكورة بالقرآن توجهلي حبيبي من اكثر الارقام المذكورة بالقرآن عدد 40 عدد 40 عدد الاربعين من اكثر مولاي السيد من اكثر الاعداد المذكورة بالقرآن وفي سنة النبي عدد 40 40 40 اجه في القرآن 4 مرات عدد 40 اجه في القرآن 4 مرات وين أقرأ لك الآيات أنا وياك بسم الله الرحمن الرحيم اسمع ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناه أجل بعاش فتم ميقاته ربي أجل أربعين ليلة أربع مرات تكون يسيرا هاي وحدة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة هاي غير آية أربعين أربعين أجل صارا أثنيا الثالث قال فإنها بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة علي من هاي محرمة على بني إسرائيل يتيهون في الأرض مولانا أربعين سنة أربعين سنة بني إسرائيل تاهوا بالصحراء يروحون يمشون سنة كاملة يمشون هناك وإذا من بعد السنة وين يلقون نفسهم مولانا نفس المكان يروحون هايش ويرجعون نفس المكان هاي سنة راحوا اريدوا طلعون ماكوا من الصحراء رجعوا نفس المكان راحوا رجعوا تاهوا أربعين سنة شموا حتى سارا ثلاثة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أشغد أربعين سنة أربعين سنة قال ربي أوزعني إلى آخر أشغد مولانا صارا أربع مرات ولهذا هذا العدد عجيب أخواني هذا العدد وين موجود؟ هذا في القرآن أربع مرات خوفي سنة النبي جدا كثيرة جدا كثيرة في الروايات مثلا من حفظ أربعين حديثا أربعين شوف كله أربعين اسمعني شوف الرواية لو أطيح به لو كاتب إذا ما كاتب أدروني بعد مولانا نعم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ من أمتي أربعين حديثا أربعين قال أحكي لك عن الأربعين مولانا تتعب انتبه لي من حفظ من أمتي أربعين حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالمة اللي يحفظ شكرا أربعين تعالوا لنا بعد الرواية عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام أكو نصلي على الميت صلاة الميت ها؟ أي صلاة الميت شبيهة اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا هذول المصلين اللي يصلون على الميت إذا ساروا أربعين فصاعدا بالأخص أربعين إذا ساروا أربعين مؤمنها كن مؤمنين أو قالوا إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا كن مؤمنين شي سوى الله به هذا؟ ها؟ أسمعل أسمعل الرواية عجيب الرواية زياد الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين أربعين صلوا عليه إش قالوا؟ فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به مننا قال الله إني قد أجزت شهادتكم أنا أكبر شهادتكم وغفرت لهم ما علمت مما لا تعلمون أخو هذا الميت الله يدري شو مسومنا نكسر أتمونا لعنا زياد إحنا ما ندري إحنا نقول اللهم لا نعلم منه إلا خيرا بش الله يدري لو ما يدري أكراما لهؤلاء المؤمنين يقول أنا أجزت شهادت أنا أكبر شهادتكم وراح أغفر للي أنا أدري به أنتم ما تدرون أنا أحفر للي إكراما علما للمؤمنين كم مؤمن؟ أربعين زياد تعال جيران المسجد الإمام عليه عليه السلام يقول جيران المسجد من كل جهة أربعين دار أربعين بيت هذا المسجد مننا أربعين مننا أربعين مننا أربعين مننا أربعين هذولي جيران شنو؟ جيران المسجد بعد مولاي إحنا 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 البشر شون إحنا القاعدين؟ كل إحنا زياد اتعدينا على مراحل أول كنا نطفة من بعد النطفة سرنا علقة هلنوب سرنا مضغة هلنوب سرنا عظم هلنوب فكسونا العظامة هاي المولانا المراحل اللي ذكرها القرآن تتغير كل أربعين يوم نطفة أربعين يوم علقة أربعين يوم مضغة أربعين يوم عظم فكسونا العظامة لح ما هو المجرة هذه سبحان الله التغيير ايش قد يصير كل أربعين يوم شوف هاي الأربعين طينة آدم آدم عليه السلام طينته عجنها الله عجن طينة آدم أربعين يوما أربعين يوم أكثر الأنبياء بعثتهم في سن أربعين النبي بعث في سن الأربعين الإمام المهدي عبدالله فرجه الشريف يظهر إذا ظهر وشكله شمائله تشبه شمائل الرجل صاحب الأربعين هذا شنو الأربعين الأربعين مهم جدا مهم مولانا من جملة هذه الأعداد عدد الأربعين طبعا أنا أذكر لك رواية جدا مهمة وأتعدى عليها إن شاء الله زين إذا واحد دخل بالأربعين عمره إذا دخل بالأربعين وعنده مكسرات كان عنده ذنوب ومعاصي دخل الأربعين وما تاب دخل الأربعين وما تاب شنو يقوله رسول الله يأتي إبليس فيمسحه على وجهه يجي إبليس هذا اللي دخل الأربعين وما تايم يمسح على وجهه شي يقل له يقل له بأبي يعني فدوا أروح لك هذا صار من جنود إبليس بعد يقل له بأبي وجه لا يفلح بعد أنت ما توصل للفلح ما يفيدك بعد زين لأن وصلت الأربعين وما تبت ما صرت آدمي خلاص من جنود إبليس ها؟ الشاهد من جملة مولانا العزيز من جملة الأربعين هي زيارة الأربعين رواية عندنا رواية عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه علائم المؤمن خمس علائم المؤمن خمس يهن علائم المؤمن يا ابن رسول الله الإمام الحسن العسكري قال صلاة إحدى وخمسين صلاة إحدى وخمسين وإن هي صلاة إحدى وخمسين يعني الصلاة المستحبة وصلاة الواجبة الواجبة المستحبة طبق في كل يوم وليلة نصلي واحد وخمسين ركعة هسا نحن نصلي بس الواجبة بعض الناس المستحبة بميصلون هن الواجبة كم ركعة؟ ها؟ لا لا الواجبة لا لا الواجبة سبعة عشر اي؟ الواجبة صلاة الواجبة في اليوم صلاة الفراءة كم ركعة؟ 17 زين هس أنا وياك نافلة الصبح كم ركعة ركعتين قبل الصبح ركعتين 17 19 نافلة الظهر ثم ركعات قبل الظهر 27 نافلة العصر ثم ركعات قبل العصر 35 نافلة المغرب 4 ركعات بعد المغرب 39 نافلة العشاء الوتيرة ركعتين من جلوس اتعادل ركعة من قيام ركعتين من جلوس اتعادل ركعة من قيام ركعة هي 49 وحدة 50 40 11 11 صلاة الليل 11 41 51 يقول الإمام العسكري عليه السلام صلاة 51 50 صلاة الواجبة والمستحبة ركعتين هاي واحد صلاة 51 بعد التختم باليمين مستحب الإنسان إذا عنده مكان بأصابيع يخلي وان المحبس أبعيد اليمنى إلا إذا ما عنده مكان بأصابيع متروس يا صابيع يخليها باليسر ماكو مشكلة أصابيع مقطع يخليها باليسر ماكو مشكلة إيده مقطوعة مثلا ماكو مشكلة بيها مستحب يخليها باليمنة واضح حبيبي هي علاقصة طويلة هذه قضية تاريخية زين التختم باليمين أثنيا صلاة 51 والتختم باليمين الثالث مولانا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا صلي اجهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين البسم لكم شنو حتى في صلاة الظهر والعصر الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أثناء ثلاث الرابعة تعفير الجبين يعني أن أضع جبيني على التراب التربة يعني وضع الجبين على التراب سمن تعفير الجبين أربعة والخامسة زيارة الأربعين اللي هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين ولها ما لها من الأجر والثواب اللي يقدر يتعنى للحسين نور على نور هذا إلى أجر عظيم ما يقدر يتعنى للحسين يزور الحسين من مكان بيته ما يقدر أمي ما يقدر يقرأ ويكتب يتوجه للحسين فيسلم على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك إلى آخر مولانا يزور الإمام الحسين عن بعد هم إلى أجر عظيم مولانا الكريم يوم من الأيام النبي قاعد وإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد يمه ودخل الإمام الحسين فجلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في حجر النبي وإذا برسول الله يبكي ومسح على رأس الحسين وبكى قلت لا تبكي يا نور عين يا رسول الله قلها كأني بولدي هذا تذبحه أمتي تقتله أمتي من بعدي ألا فمن زاره اللي يزور ولدي الحسين له حج من حججي أنطي حج من حججي حجج رسول الله حج النبي ممثل حج وحجك حج النبي ذلك الإخلاص والخشوع والخضوع اتعجبت زوجة النبي قلت يا رسول الله اللي يزور الحسين إلى حج من حججك قلها بل حجتان قلت لحجتان قلها بل ثلاث قلت لثلاث قلها بل أربع قلت لأربع قلها بل خمس قالت خمس قلت بل ست وكانت تزيده ويزيدها تزيده ويزيدها حتى قال رسول الله من زار ولدي الحسين فله مئة حج من حججي هذا الحسين عليه السلام فأول من زار الحسين حسب المشهور أول من زار الحسين في يوم الأربعين جابر ابن عبد الله الأنصاري احنا ما مشينا مشائر جزاهم الله خير الأخوة الأخوات اللي هدوننا خطوات جزاهم الله خير الجزاء أنا من هالمنبر الشريف أشكر منهم كثير الشكر حقيقة الحمد لله رب العالمين جزاهم الله خير الجزاء ولهم جلل الإكرام والإحترام وأنا أدعو لهم بالخير والتوفيق لكن نتمنى أن نمشوا إياهم احنا ما رح نوية الزوار ما رح نوية المشائر لكن نخاطب الحسين نقول له سيدي أبا عبد الله اللم نصل لك بالجسد فهذه أرواحنا ترفرف عند قبتك يا حسين هسا خلي قلبك هناك يم الحسين خلي قلبك هناك اليوم يوم الأربعين ترى خلي هناك يم الحسين الآن رح ننعى على الحسين نتوجه لبو فاضل وخلي قلبك يحوم ويا الزوار ويا لطامن لي لطمون ويا المشا يا مولاي ايه والله ايه والله أخذ حاجتك دخل جابر ابن عبد الله الأنصاري باكيا وهو أعمى ضرير ما يشوف قال لي يا عطية عطية عنده هسا على رواية أنه مملوك عبد عنده خادم وعلى رواية لأنه كان عالما فقيها حافظا للقرآن هسا على كل الأحوال قال لي يا عطية دلني على قبر الحسين قال لي مولاي يا جابر إن القبور لكثير ولا أعلم أيهم قبر الحسين قال لي أنا عندي علامة من الحسين ضع يدي على القبور قبرا قبرا يقول إجا جابر خل إيده أول قبضة أخذها شمها لما شمها أرجع التراب في مكانه راح للقبر الثاني شم التراب رجع التراب القبر الثالث إلى أن وصل إلى قبر طويل بأبي وأمي يقول أخذ قبضة من التراب لما شم القبر الشريف وإذ به ألقى بنفسه على قبر الحسين وهو ينادي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أقرأوا يا أقرأوا يا لا تغجل لا تغجل هذا مجلس الحسين هذا مجلس الزهراء إن أنعى الزهراء يا حبيبي يا حسين آه نور عيني يا حبيبي غاب عن عيني وعن سمعي وحبيبي عن قلبي لا يغيب بينما هو كذلك جابر وإذا بعطية العوف يرى سواد من بعيد مولايا جابر أرى سواد من بعيد انظر يا عطية السوادة لمن إن كانت لسيدي ومولاي علي بن الحسين نروح نستقبل الإمام نعزل إمامها يقول راح عطية بعد لحظات رجع مولايا جابر مولايا جابر قم واستقبل حرم رسول الله مولايا جابر قم واستقبل ابن رسول الله هذا علي بن الحسين جاء مع أخواته وعماته جابر إلى الإمام سلام الله عليه نزل الإمام جابر هذا أنا خادمكم جابر ما درأت الصار أقول أمولاي قم واستقبل حاضر ياهو اليابدي ينزلها قل عم يا جابر هذه عمتي الزينب قد اشتاق قلبها لأخيها نزلت الحورة زينب مع هالنساء من كل جانب ومكاينة أخوة مريكاينة أخوة يجي يجي يأينة وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمدنا أخوة يضمدنا هذه المحام القوم ردنا ماهم ناس بل غربة ردنا الله يا زينب وضعت خردها على قبر أبي عبد الله أخي المفارق أخوها أيام هاي المفارق صعب أخواني هاي قلنا يا حسين يا آيان أخويا جنت غايبة وهس لفيتك أخويا لفيتك أربعين ليال الفارقيتك إشلون لقيت زينبها أخويا فارقيتك أشوب اللحن أخويا لقيتك وإذا زينب رفعت رأسها نظرت يمينا وشمالا متحير زينب إلى أن زينب وين متوجهت إذر وين قلمك راح هس هس ها توجه ويا زينب هس طلعنا من الحسين بين الحرمين قاعد نمشي لمفاضلها هناك هناك وقف وقف عند الباب عند بابة بالفضل ها نظرت زينب صاحت يا الحرام قوما نمشلنا لعندي اللي تكفلنا من أهل أين المنادي وعباسا هو السيداء وصل الزينب عند أب الفايا يظل إحدها منوصل وياها عند مفاضلها وقف اقبال الظريح والله تشلم بالضريحة زينب ألقت بنفسها على قبر أب الفاضل قلنا يا عباس يا عباس الله أكبر شوف الفيتها أخويا يا عباس تبعتك على ريحة الخوة أخويا جيتك يا أخويا أخويا تبعتك أيايك على ريحة الخوة الخوة وعفتني يا أخويا بقاع الشلوى لكن كل امرأة جلست عند قبر وليها راحة ليلة جلست عند علي الأكبر يما يا علي أنه بذليت يما ذليت عمود الوسط يا الشاي للبيت هاي ليلة شاوين وين رملة تحوم عند قبر القاسم حديث عهد بعرس هجت رملة ألقت بنفسها على قبر القاسم يما وحيي يا يايد وعز عند من العذيابي ونردتك ذخر الأيام الشيابي لكن أكو مرة الماباتي هنا يبتها أكو أم من الأمهات تدور بين القبور تدور على اليمن أقولها لولا تدور على قبر صغير لطفل صغير له من العمر ستة أشهر ها من هذه هذه الرباب أم الرضيع الدور على قبر صغير على وليده ولدي علي أين قبر ولدي عبد الله الرضيع وين قبر وليديها قالها أمه يا رباب وضعت أخي الرضيع على صدر والدي أجد الرباب جلست عند قبر الحسين يمه يا إله يمه يمه تخاطب الرضيع يمه يا عبدالله يا غالي شكثر بك سهرة الليالي يمه الليالي أهزني بالمعهد يا نازلين بكربن هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أب الفضل العباس يا الله عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت روائه يا الله وإلى شرف النبي والعيمة الطاهرين أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات على جروحي ودمار غافي وانا بروحي نجم طافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر